موسيقى ريتا حرب بين الأعلامية والممثلة وخليني قول سيرفايفر أو فايتر هل الكلمتين بعتقد أو الصفتين رفقوك بهالسنة بالتحديد بتحاربة بتقاتلي لتظل موجودة إن كان بالحياة إن كان بالمهنة يعني كانت هذه السنة كتير كتير حركة بالنسبة لي أول شي شو مانا مبسطت أنه أنا معك اليوم مبسوطة وأنا كمان وهيك بنبسط لنجاحك لأنه أنت كمان شخص بيستاهل هون لم أبدأ فايتر إذا بدك أنا كل حياتي فايتر بس هيك أنتو عم بتبلش تذكرت شي تاني تضحكت رح نحكي فيه بتصور عم بقى عشكال لا سورفايفر أكيد سورفايفر فأنا بقلك أنا الاثنين بس فايتر أنا كل حياتي شخص بيحارب ليضل واقف على إجري ما في شي بحياتي كان على الهين بحياتي الشخصية وبحياتي العملية وأكيد فيه تفاصيل كثيرة يعني من عائلتي لأولادتي لشغلي إلى أن الحادث يعني إذا بدك إلي سنتين أكيد سورفايفر لأنه اللي صار معي ما أنه واحد قلب على الدرج وكسر إجره صحيح ما أنه واحد عمل الأكسيدان ونكسر هيك من مطرح أنا انتحنت في كتير عالم بعد ما بيعرفوا أنه أنا كان في خطر أنه إطلع مش طبيعية لأن كان في دم براسي على الشمال وعلى اليمين أنا انتحنت وما قدروا يعملوني عمليات لا بوجي ولا بجسمي لأنه حكيم الرأس ما عطا أوكي أنا وجي هون كله مطحون العملية من عيني ومن دوحي كان تمي فأنا عيني كانت هل قد تمي كان هون التهبوا عيني مع تقشع سناني كمان فاتوا لجوة صوتي راح لا باكل لا بحكي لا بقشع إجري من هون كلها مطحونة فأوقات العالم أسين أوقات أسين بس ما بدي أذنهم في كتير عالم صلولي أنا ما بعرفهم في كتير عالم من بعد سنة يتلاقوا فيني قلولي نحنا منقول أنت بتجي لهون المطرح بالكل تقينا فيك خدي هاي العذرة لا إليك يعني هول عالم بيبكتوني من محبتون لشخص بس تعاطفوا معه بيعرفو عن التيفي وما في معرفة شخصية ما بينهم في قلال بيزعلوني عليهم بقول أنا أنه الإنسان ما فيكون حقود هالقد ما في يكره هيك بالمطلق ما فيما يتعاطف إنسانيا مع أشخاص هو بيعرفون بالدومان وبيعرفون لو ما كان أنتيم هو إياهن أصحاب بيعرفون وما يتعاطف مع وجعه هيدا إنسان بينشفق عليه تعري ريتا أنا قلت أول ما بدنا نقعد نحكي رح أترك الإشياء اللي هي فيها وجع فيها معاناة فيها فيها كسرة لبعد كم دقيقة يا إيديك سبقت علي ما يجيب هالقوة كنت بدي بلش بشي لايت شوي شي يمكن بلك ما في شي لايت بحياتك ما في شي لايت أطاع لا الحمد الله بلا 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 تحس الحياة قاسية عليك شوي بحسها هيك بس ما بدي ضل فكر هيك لأنه بدي فكر بقصص بوزيتف وحلوة منشان الله يعطيني هالأشياء الحلوة متل طريقة تفكيري تعرفي أنتو عم تحكي عن الحادث اللي رح نرجع نفوت عليه شوي بهم الإشياء أكتر عم تحكي من بحس أنه تخطيت الوجع تخطيت الزعل اللي كنت فيه وبتحكي من مصدر قوة لكن وراه العيون في كتير وجع بعض لا ما تخطيت مية بالمية جمانة لا بصراحة بعدني كتير بغص لما أحكي عن المراحل اللي قطعتها لأنه بصراحة هو مش بس الأكسيدان لو بس الأكسيدان كانت هايلي الناس لا لا أوجاعي بعدين وجسمي كيف تفاعل والقصص اللي صارت معي يوميا بالمستشفى يعني بصراحة ما بقى شي ما صار معي يعني حتى أنا عملت شوك حساسية مميت لحقوني على ثواني يعني ضغطي وصل للتلاتة ونصف أنا كان في نفوت كوما يعني صار معي كتير 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 قصص التهب تجري عملت زرع عظم لأنه مش عملية واحدة عملت كذا عملية فالتهب تجري صارت سوداء يعني صار كل يوم يصير معي شي وإذا مش كل يوم كل فترة قصيرة يعني وبلا ما قعد فترة هالقد بالمستشفى مثل ما يكونوا متوقعين تقعد شهر بالمستشفى فهي كانت معاناة على مراحل مش بس أنه عملت أكسيدان وخلص مش الحال وهو يعني الله لا يجرب حدا بس أنا هلأ يعني خاصة من خلال برنامجي الجديد بيقطع معي ناس مثلا أو قطع معي حالي قريبة على حالتي نفهم على بعض عرفتين نحنا هولي تبع الأكسيدان نحنا تبع هولي الإشي الصعب فقط كنت عم بحكي مع الشخص تله عن جاد أنه نفهم على بعض لأنه مثلا هو كمان ظل ثلاث سنين من بعد حادثه يعني هيمنى أنه خلصينا من العكيزات يعني خلص ما حدا كسر إجره غيريك ياريت والله ياريت بخلص كونه بخلص حالي ما كون مبسوطة هذا يسبب وجع كمان ريتا يعني الوجع مش بس الجسدي أوقات عدم إحساس البعض بخطورة الوضع اللي كنت فيه بتزعل شوي نحنا قاسين يعني فيه ناس تبقى شوي قاسية وبتعتبر أنه يعني إذا ما شفتك عم تقولي آخ أو هيدا ما بتفعل معي يعني ممكن السوشيال ميديا شوي خلتنا نحنا شوي نروح بالصورة أكتر ما نروح بالعاطفة ما نحس أكتر نشوف شو الصورة بتوصلنا ماشي الحال كمان يعني السوشيال ميديا لعبت نعم بلا أكيد في ناس هلأ في ناس ما بعرفون يعني أنا أو غيري حتى إن كان حادث أو حتى نزلت صورة قدي بتعرفي فرنانين مشاهير يعني نجوم بيتعرضوا لنقد وبيتعرضوا لتنمر من ورا ناس مغطيين ورا هالصفحة اللي عم بيكتبوا عنا يمكن عندهم ون فولور بس إنه هن موجودين موجودين وحبين عطول عندهم يعني في ناس عندها هيك نوع من كراهية يعني عندها أمراض نفسية بتفشها من ورا السوشيال ميديا لأنه هي يمكن عندها مشاكل بحياتها الشخصية بالمجتمع المجتمع مش متقبلها كتير فكيف بدها تفرجها أنا بتفرجها من ورا السوشيال ميديا بس الناس يلي منعرفهم يلي بتقولي في ناس قاسين أنا بلاقي في ناس سخفة مش قاسين يعني أول شي من اللي بنعرفهم قصديك من القراب من الناس لي تعودنا عليهم يكونوا غير هيك اكتشفنا أنه انس خفة ايه ممكن هك لا لا هيا بدنا نحكي فيها مطولا بس بدي بلش لايت شوي لنرجع للأشياء الغنيئة شوي لايت يعني مثل الحالي اللي خلقتيها أنت وكارلوس بستيلتو لايت الحلو اللي فيت علينا لشعرنا نحن وياه نحن وياكم فيها أنه نحن منحب هيدا الكوبي صار فيه ترند على تيك توك على السوشيال ميديا صارت الناس تنزل بستكربيني لتلم كيس الكمامة يعني خلقته شي حلو أدي استيلتو كان محطة بصم لا اسم مريد تحرب بالتمثيل ولا لا أكيد لا لا هلا بعد ما أطى هلا للأمانة هو انتشاره كان كتير واسع هو مسلسل يعني القيمين عليه واللي مثلوا فيه نحن نقول لا يتكرر يعني اعتبروا مثل ظاهرة يعني اعتبروا أنه في بطولة جماعية وفي بطولة جماعية نجحت يعني كان في كامستري كان فيه أكيد كان فيه كتير كامستري وهيدا أكيد المشاهد بيشوفه يعني ولا ممكن صدق أنا إذا ما كان فيه كامستري بينما سنين العالم ما تشوفه يعني نحن ورا الكواليث كيف كنا نعكس على الشاشة وأكيد عنده مقاومات النجاح عنده إنتاجه الكبير عنده الإخراج عنده المناظر الحلوة عنده كل التفاصيل عنده المحطة اللي عم بينعرض عليها عنده التوقيت الأسامة كله على بعضه لازم ينجح بس هو كتير ضوه يعني حتى بيعتبروا أنه بيعتبروا ظاهرة يعني ما تقارني يعني ريتا ممكن تنجحي وان ما كان هلأ ما تقارني باستيلته يعني هو بمطرح والباقي كله بمطرح بيزعلك هيدا الشيء أنه أنت حدا ببلش تمثيل من 2012-2013 طليت بفوزير مع سامر المصري طليت بأكتر من المسلسلات ولي قبل زمان 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 أنت بعد بصغير كنت ويعني كان عندي كتراجة طويل في ناس بفكروا أن أنت جديدة على التمثيل قول هيدا ذكرت الناس عطول مثل السمكة ذكرتنا قصيرة يعني أنا حتى بنجحاتي قبل يعني عملت أعمال المسلسلات مثلا عشر عبيد صغار قالولي نجح كتير وكتير أخذ ضجة بالشارع اللبناني قالولي أول مرة بتمثلي قلت أنه لا طريق رغدة نجحت كتير بطريق وكمان أول مرة بتمثلي وعامقته لا يعني كل مرة بقلليك أول وستيلته أول مرة ليش برأيك صعب كان تبسمي بأنك ممثلي لأنه ليش كل العالم بيقوله أول مرة في ناس بيكونوا مش حاضرين لشي بس ليه منحس ريتا خلينا نكون حقيقيين ليه منحس أنه لما بيجي الممثل أو بيجي الشخص اللي هو تحت الضوء بيدخل عالم التمثيل وما عنده دراسة تمثيل بالخلفية كأنه ما بيخدوه بجردية لو كان موهوب أكيد وهذا كمان تحدي كان بالنسبة لي أول شي كان عندي التحدي اللي تقولي أنه أنا ماني خريجة معهد في التمثيل فدايما بيخدوك أنه يجربة وتاني شي لأنه جاي من دومان ثاني أنه أنا الموديلين تحطيناها جاي من الأعلام يعني أنا أثبت حالة من الأعلام كنت لنسبة الموديلينج هلأ بالتمثيل لنسبة الأعلام مع أنه أنا بعدنا بالأعلام بس أنه أعلامية فيتا على التمثيل فضل بي راسه نحنا منعرف ريتا أعلامية فيتا على التمثيل ها بالألفان واثناش عم بحكيه فلا ترجع تسبت حالك بمهنة جديدة ويصدقوك بتاخد سنين يعني بدي تاخد ما أنا أسأل اليان بس بتاخد سبعة سنين بتاخد سنوات لتسبت أنه يصدقوك يصير يصدقوك هلأ أكيد تصدقوني وكتروا مش بس من ورا استيلاته كان ممثلة هلأ أنا بدي أرجع على نقطة هو استيلاته نجح كتير كتير وعمل لي بصمة بس هو مش بس بأدوراتي على التمثيل هو الدور اللي بقلي وفرجها هيك قسم جزء إذا بدي يعني بارت من كاركتاري أنه أنا بنكيت هدام الكومي بس أنه أنا تمثليا أثبت حالي بكتير أعمال وهلأ بالخائر رح أثبت حالي كمان نورة حتثبت حالي يعني أنا كل عمل بيكون في أثباتي جديد بس هو استيلاته بمطرح تاني وعطيني بصمة هو كله على بعضه تعرف البطولة الجامعية أوقات بتظلم الممثل لأنه بيبقى النجم هو العمل أغلب الوقت بينما البطولة السنائية أو الرباعية اللي بديك هون بقى بيصير في مين بيبرز مين بطل العمل مين لا أنت خطي اتنين بأكتر من مسلسل رح أخد يعني الأكتر انتشارا إذا بديك استيلاته حكينا عنه طريق طريق كان عنديك فرصة كتير كبيرة مع شركة مع نجمين عابد فهد ومدينة نجام وعملته مسلسل طريق لي ما استفدت بهيد الفرصة تكملي مع نفس الشركة خاصة أن الشركة بتنتج كتير أعمال ولا بصراحة بوقتها شركة الصباح قالت لي أنت معنا يعني حساب حساب أنه أنت من عمل لعمل معنا بس هن رجعوا طلبوني لضيفة بعمل تاني بس يعني مع أنه هن كانوا مبسوطين كتير بنجاحة كتير يعني أخد نتيجة حلوة رغدة بطريق ما بعرف بيزعل كل موضوع؟ ايه بيزعلني أكيد بيزعلني لأنه حطيت أمال وهو بالحياة لما تشتغلي صح وتعطي نتيجة حلوة فهو باسفور لوحده فإذا حسيت أنه المقابلة ما بده يستفيد من هذا الباسفور أوكي حدا غيره بيستفيد ملك هينة قويةMIة تقوية قوية يعني ما في شي بيكسرك بالهين لأنه هذه جمالة أشاء اللا ما في شي يكسرنا شي إن شاء الله الله يضل حدي ما في حدا قوي بالمطلق해�نا لحظات ضعفة كثير لحظات هكي إرادة بتخوني وأنا حساسة كتير كتير على المواقف وعالكلمة وبكي في ناس بيفكروا هالقوية أنه أنا آسيا أنا كتير ضعيفة وأنا قوية يعني الاثنين أنا ضعيفة وأنا قوية بس تعرفي يعني أنا شخص إذا تسألي إخواتي الأكبر من الصغيرة بالبيت بيقولوا أنه بتحمل مسؤولية من أنا وكتير صغيرة طبعي أنه شخص ملتزيم بيتحمل مسؤولية بس الحقيقة خلتني عن جد من أنا وكتير صغيرة أنه رحت على زواج مبكر وعلى أولاد على عمر كتير صغير فتحملت مسؤولية وحتى كمان تلاقي على عمر صغير وأخذت أنا حضانة البنتين أكيد أنا بدي يعني وأخذت قرار أنه أنا بدي خليهم يعني أد ما فيني أنه ما يتأثروا بهذا الوضع لأنه هؤل قراراتي وهن مفروضة عليهم زواجي هن مخصون فيه أنا جبتهم عدني هن مخصون وأنا طلقت هن مخصون فممنوع هن يتأثروا ممنوع ينقص عليهم شيء وممنوع ما يطلعوا مربيين صح فهي كانت مسؤولية كتير كبيرة وممنوع انكسر أدامهم هيا كانت كتير هلا بتبكينة كتير كانت حساسة بالنسبة لألي لا بالحكي ولا بالفعل ما بدي بناتة تنكسر صورتي أدامهم فكتير هيدا كانت تحدي أولا إلي من أبسط الأمور مش يمكن عملت أكسيدان على الطريق هول الأكسيدانات العادة يعني وتشارعنا مع بعضنا مع هيدا طلع راسي علي لا ما فيه طلع راسي علي يقدم بناتي يكسرني إنه مامي مسألك هكا أو مامي هيدا المامي بالمدرسة مسانستار شيء وجوب كينين إنه ها لا لا يعني فيه وحش كاسر بيروح خاصة على السافي وميشيل ممنوع الغلط معهم بالمدرسة ساروا حافظيني إنه صار شيء بيعرفوا تاني يوم فيه مجزرة بالمدرسة ممنوع وحش كاسر ما فيه ما فيه نسونة ما فيه مشهورة مش مشهورة أمهم بيعرفوا بقلهم السافي ممنوع وهني مغلطوا يعني أنا بقى عارفة بمطرح إنه في قوانين بقلهم هول القوانين أنتوا اشتغلتوا أكتر يعني إنه هيدا القنون إذا كسرتوا مثلا في طرد بجاكات غير لون ما فيه كون تطرفوا مع هك في قلة تهذيف في قلة شطارة إنه ولادة كتير شاطرين كانوا كتير مهزبين فعسرين ساري ممنوع تدقوا ببناتك فزيعة ريتا شو أم شرثي شو أم مش شرثي شو أم هيدا أهم شي بحياتي يعني أنا بعتبر إنه ما زال أنا أخدت قرار إنه ربي هولي البنتين وكون أم فبدي كون أم على الآخر وهيدا أهم إنجاز عملتوا بحياتي هيدا كان ممنوع يعني الله أكيد ساعدني وأكيد أهلي الماما اللي يرحمها أخواتي أكيد يعني بس أخدتو كنت هيدا القرارة رح ساب كتير أمور تاني هيدا الموضوع ممنوع أفشار في يالي يعني تركتيها تخليتي عنها بس تتحافظي على أمور تاني بعض الأوقات يمكن ضحيتي زيادة إن ظلمتي ظلمتي حالك في ناس ظلموك في ناس حولو يكسروك تعرفي شو خانا نخد سفنجان أهوي تتراهي يبدأ يلا هلأ صار فينا نكمل ايه عن جاد أنا هلأ هلأ بلشي سأليني عن جاد هلأدين كل هيدا كتير أنا كتير بشرب قهوة ده نهار بلاك يعني أمريكاني آه والله ما بيوتري كيدا الشيء قوي رايحيت ما هو عالش في ناس تتوتر على القهوة في ناس ايه بترجوف إن صرت شرباني برجوف أنا بحس إنه لما أرجوف لازم أشرب قهوة يعني حتى بالمستشفى بتركية ايه اللي بيعملوا الفيزيوترابي البنات يعني صاروا جزء مني أصحابي بالمستشفى اللي عن رحت وجيت كذا مرة كل المستشفى بتعرفني فكيف هيك إنه بيعملوا أبروتش معي وبيسيروني إنه اليوم جايين جايبين ليك أمريكانو معنا أنا بحس براسة أوكي شو اللي بيرجش فيك؟ تقولي لما برجوف بشرب هلا أجمالا لا ما برجوف كتير أنا بعصب هيك بعيد بحب الشخلق بس بعد خمس دقايق كون عم بمزح عن التعصيبة بعمل لها نكتية إن فعالية رديت فعليك مدروسة ولا لا؟ لا مش مدروسة بس عم جرب إدرسة يعني مش هلا يعني أنا كل ما أكبر بالعمر عم بقول إن لا ما فينا أعمل هيك لازم تعملي هيك أوقات صورتك بالشارع يعني وقت انفعل إنه لا قريدت إنه أنت مثلا تجي هيك عم بتعيتي بتقليك عرفتك مثلا مش أنت الكذا ببلعة ما بدي جرس حالة ما بدي جرس حالة بتعرفي أوقات الأرارات أو ردات الأفعال بتكلفنا شو الشي اللي بتذكري بحياتك كلها لهلا عملت ردت فعلي عليه أو ما عملت ردت فعلي وحسيت إنه هيدا الخطأ كان غلط عمريك لا قليك أنا مظبوط يعني هيك فيني أقول أوقات عصبية أوقات كذا بس أنا بمتص كتير يعني بتحمل مرة واثنان وثلاثة بعطي فرصة كذا مرة وأنا حتى بناتي بلمونة إنه لا دغري بقول لا بحب يعني أعطي فرصة للآخر بحب اسمع شو عنده شوف ردت فعله يعني أنا دايما بعمل ردت فعل ما بعمل استفعل ما بعمل الفعل بعمل ردت الفعل بس عندي شغلة إنه متى ما عطيت هالفرص لأنه لما بدي فل بفل ما في رجع يعني بمحي بمحاية بشيل الشخص من قلبي بشيل الشخص من حياتي بشيله من الوجود حتى بصير جرب أتذكر الاسم يعني لهالدرجة فيني يكون أوقات لقيمة فيني يكون لقيمة بس من بعض فرص كتير فلما أوصل دغري يعني لما أوصل لهاي ردت الفعل كونا أكيدة هلأ صرت تعرفيني والعم بيسمع عبدي يعرفني كونا أكيدة أنا أعطي فرص كتير لهيدا الشخص بها السنة بعتقد أني كسرتي ومحيتي كتير أشخاص بالمهنة وبرات المهنة ما دخل بالمهنة أو برات المهنة ليجربوا يؤذوني أو تعطفوا معي لما كنت ضعيفة شي شافوني طلعت ما أعجبون صحيح صدقيني في ناس هيك وأنا بتعجب مشان هيك بقلك أنه بشفق عن ناس اللي هيك لكن انخدعتي ريتا بأشخاص كانوا بحياتك كتير مهمين كتير قراب انخدعتي فيهم اكتشفتي أنه مش دايماً للإشياء مثل ما أنا بشوفها قذك حب لا أحب أنت قصة الحب عندي كارسي أنت فيش حب مرأ بحياتي أنا عم بحكي ذكرت أنه يعني أنه فيه أوقات ناس بتفوت على حياتي كناس أنه تكمل حياتها معي فهوني بنضم أنه ما عملت فعل وردت فعل وغيرها قوية يعني طلعت مهزبة بس ما كان لازم يكون مهزبة خلينا ما زال فتحت قصة الحب خلينا نفوت فيها دغري شو كان بدي بها الشغلة؟ أنا كنت بدي أحكي فيها بس مش هلا أنا كنت بدي أحضر بس معاني أنا فتحت باب على حال بما أنك عم تفتحي كل البواب قصص الحب بحياتي كلها صعبة ريتا ما هيك؟ ما في قصة حب قطعت وخلصت أو كملت وكانت أوكي دائما في جرح بس لك عم تفرجيني كأنه أنا الغلاب لا مش بالضرورة ما هو أوقات لكي قصة الحب لما بتخلص بين اثنين مش ضرورة تخلص عن جرح أو عن حدا بده يترك التاني ممكن يكون اثنين سبب بس ليه بيشعر أنا بأمن أنه أوقات لاثنين سبب بس في أوقات لأ يعني أنا اللي معي في أوقات لأ مش أنا السبب لأنه هنه مش حاضرين يعني هنه من خلصة عين لأخر قصة حب عشتيا مش من زمان ايه طلعت منه بس بتعرفي أنه ما حسميها قصة حب رح سميها قصة حب من طرف واحد طرفه وهو كمان المشاهز لأنه فرض حاله على حياتي بالقوة بالطول وبالعرض وهو رجع جرب يطلع يحط حق كمان على الناس التانيين يعني حسيت أنه شخص ناضج وعنده ما وقعه بس هو فعليا لا ناضج ولا شي معقولي هيدا ردت فعل لأنه ما كملت القصة فأنت هيدا يعني هو كان فارد حاله وفارد أنه يكمل وفارد في شريع كتير من غرمت في؟ ما حبيتي؟ لا من غرمت بس حبيته لأنه كان عم بيهتم كتير حبيت اهتمامه حبيت وجوده وتعودت عليه لأنه كمان سائبة كورونا وكان الوجود يعني مكسف لأنه ما في شي تاني ينعمل بالحياة يعني الشغل واقف كل واقف بس أنه غرم لا حب قديم رجع للحاضر وذهب قبل المستقبل ايه بس هي القصة حلوة هي القصة حلوة وبتتخبر يعني قصة بتنحكها عارف ديه مثل قصة الأفلام هي قصة مثل الأفلام بل كم نعملها شي مرة موفي بديك البطل يكون جاهز ما عم تقولي البطل ما كان جاهز منخلق بطل تاني ريتا يكون جاهز أكتر جاهزة دايماً لأسس الحب ايه تحبي يعني أنا بحس ما بتحبي جاهزة ومش جاهزة جاهزة لأسس الحب أكيد بحب بحب وإنحب بتحبي وجود الرجل بحياتك بس لأ مني جاهزة في فترة كنت قول أنه إذا حدا منيسب مني مسكرة باب الارتباط بس إلي فترة بحس أنه لأ وهيدا كمان سبب من الأسباب الثانية غير أنه ولادي وأولوياتي وهيدا سبب من الأسباب أنه يمكن أنا بعدت هالشي لأنه أنا من جوة بخاف أرجع أن أحصير بحب هيكي ضل حرة شوية الحرية بتعتدي أنك تخليتي شوية عن عن المرأة اللي بريدتا كرميل بتعطي المسئولية واهتمامك كأم لبناتك لميشيل ولستفي أكيد أكيد جو مانا أنه ضحيت بش حب كبير بحياتك كرميل أغلطت بالتعاطي يعني فيه مطارح كان فيه الحق علي كمان يعني هول يعني فيه أوقات بقول أنه هيدا الشخص أنا ما استوعبته مظبوط لو استوعبته مظبوط كنت أنا وياه بمطرح تاني بس بأمن أنه مش نصيبة بأمن أنه مش نصيبة وبعدين ما تنسي أنه كما يقولون أنه أنا أمرأة قوية تحت الضو هاي لوحدة بتنقذ الرجل يعني بحس كتير بدي يكون عنده شخصية بدي يكون عنده حضوره وبيخاف من الأمرأة اللي عم بتطلع مصاري خلينا نحكيها مثل ما هي وكيف هي حالة وفات حبيت وعم بتربي بنتين وبضو وكل هولي أنه كيف بديوا الفطلة نظرة شو البلاس يا اللي بديوا يعطي لحياتها في منهم بيبعدوا قبل ما يقربوا وفي منهم بيعملوا خطوة ناقصة وهني مش قدة مع أنه أنا عنت به ما طالبي من حدا شي بس هو الرجال الرجال بيقول أنه أنا إذا ما شيء جيت وكنت حاضر بقلبة وبيكيانة وبدرت تعملت بلاس لحياتها ما يلاعليقة باستقلالية المرأة بالعكس في رجال بيبحثوا عن المرأة المستقلة عن المرأة اللي عندها كيانة اللي عندها عقلة يعني بيكون الحب مش عقلاني لكن بيكون الحب محاط بأمان أكتر بينضج أكتر يعني فيه يمكن أنت مساق فيه رجال هاك بس أنا إيه مساق ابني يعني معناتها أنه كمان هو قدر ونصيب يعني أكيد فيه رجال هاك وموجودين وبشوفهم بحلات بالمجتمع بس يمكن أنا اللي قطعوا بحياتي أكيد فيه الحق كمان على خياراتي على مين أنا بقول أوكي ومين أنا بحس أنه ما حسات لهالشخص يمكن هو يكون الأنسب بس أنا ما حسات يعني ما بعرفيه تركيبة هاك بس بلك بالنهاية أنه مش قدر يمكن قدر يكون هاك ريت تتزوجتي لما يجي القدر حيجي تزوجتي بعمر صغير وصرت أم كان عمرك أقل من 20 سنة أنا صح اليوم بتقولي لبناتك قوعة تتزوجوا بعمر صغير أكيد ها الوحيدة يلي بفرد على بناتك يعني من هن وصغار وأنا وقللون ممنوع يعني ها الوحيد اللي قلتها ممنوع والباقي أنا بقللون هيدا الصحة وهيدا الغلط بس سمرت زواجك بنتين بيسوا الدنيا بيون كتير عظيم بس قطعت مراحل من حياتي ما عشتها وأنا بديه هون يعيش وأحلى شيء بالدنيا وبيدي إيش بعمل شو أصعب شي ما قطع بحياتك بعد زواجك وعند طلائق شو أصعب شي قطع بصراحة أصعب شي قطع أنه بي عمل كنسر متاستاز وعيش أشهر يعني أنه قالوا لنا ثلاثة شهور ما بيضاين هو تسعة شهور مع عمليات وعيش بالمستشفى وأنا عم بعمل دوام يعني اللي ما بيعرفني فكرني حكيمة يعني قالوا بعد المستشفى وبنفس الوقت أنا كنت معارك طاحنة بالبيت وولدين وشغل كذا بروغرام كنت بالتيفي فهي كانت مرحلة سعبة كتير توفى بي قلت أنا خلاص أخدت مثل السماح منه بوقتها ما كنت حطته بصورة كتير كان في خيل كبير لأنه أرده محامة هو الوحيد اللي حطته هالقد بالصورة خيل أصغر عماد لا لأنه بيتحمس يعني بيروح بيدربه وأمي كمان يعني بنقطة يعني ما في غير خيل كبير كان حامل المعمعة كلها والهم كله وعم بيجرب يصلح وعم بيثبط شي وكل ما نضبط من هون ما بتثبط من هون وأنا كنتعيش جحيم بالبيت لأنه لمقبيلة منه متعاون لبل هيك بيضغط بطريقة سلبية من كافة النواحي يعني موضوع بلا منفوت بتفاصيله بس بنتين وشغل وشغلنا ما بيفهمت عارفة عندي برنامج على الهوى وعند برامج تانية وعند بيه الناس مقلع علي أبي مشاكلك الخاصة طبعا وبعدين توفى بيه من هون شهرين ثلاثة قررت فوت بالطلاق والطلاق معركة لأطلع من البيت مع بناتي كان فيه معركة حقيقية مقبيلة أنا ولا نهار وقفت شغل يعني أنا طلعت أنا وبناتي من بيتي بالليل تاني يوم أنا وديتون أنا على المدرسة ورحت على شغل نهار واحد ما قلت لهم بالشغل أنه معليلا أنه أنا هلأ صرت قاعدة ببيت خيّة ومكركبة لا عندي شغل يعني فتردة نسيت أي نهار فتردة أنا فلت تانية ثلاثة الصباح كنت أنا موصلة أنا لأنه هلأ بطل فيه أوتوكار غيرنا يعني تغيرت حياتي كلها بيوم دغري دغري يعني ما خلت شي يمشي غلط دغري تأقلمت إلا المجتمع بعضت عنه شوي يعني بهالفترة ما تروح لبي قصص اجتماعي بس هايدي أعطيت المساحة لأقلي بينه وبينحاني بس الباقي المدرسة كله مشيته عادي ريتا بفترة طويلة كنا نعرف أنه ريتا متزوجة وعندها بنتين بس ما كيف فيه صور يعني لا فيه صور بس بمرحلة من المراحل بيصير فيه هاي لعبة العالم يعني أول شي بالنسبة لبناتي اللي أشوف أنا مثلا طلعت بنت الكبيرة ما بتحب كتير تبين بنت الصغيرة اللي بتحب فعلا ما بدي كتير أضغط عليهم بس من سنة بس شفنا صورة لإلك مع بناتك مثل كأنه ما بدي قول فيه صراع بس لما تكون الأم صغيرة وحلوة وموجودة تحت الضو وعندها بنتين كمان صاروا بعمر المراهقة ويعني صاروا صبايا بيصير فيه صراع داخلي بين إنه إذا وجدنا نحنا مع بعضنا مثل كأنه فيه منافسة من الخيال للولد يعني بيصير حس الولد إنه الماما عم تاخد هاي دا الاهتمام مش نحنا الولد هو صغير البنتي وبهي العمر بتكون بتحس إنه الدنيا كلها بتبرم حواليا هي ما رأتي بهيدي الصعوبة وتخطيتيها بصراحة لكن هني كذا كذا جوابي رح يكونوا يعني سؤال مش عبلا كذا فكرة خطروا براسي يعني رد عليك فيه جمانا ما حسيت هيك ببناتي ما حسيتها بقلك إنه الكبيرة هي داعمة بس لألي ولا أختها يعني سافي هي داعمة لميشيل ولسافي لون هي ما بتحب الضو هي بتحب تكون ورا الكواليس إذا بديك ميشيل بتحب الضو وبتحب بس لأ ما في منافسة كل وقت نحنا لكي أنا برنامجي على الهواء ساعدني كمان صديقة لألي كانت معهم بالمدرسة صديقة يعني مشينا بسيكولوجي من أنا وصغيرة ولادة صغار لكبرنا مشين لأد ما فينا نمشي صح فأنا بعطي بنتي وقتها لما يكون ونعطيها لضو وشو لازم نعطيها وهني بيعطوني لألي لما يعطوني ولا مرة كان فيها المنافسة نحنا كتير عملين بوند مع بعضنا وكتير دعمين بعضنا أنا وستفي وميشيل ضد كل شي بس لألك أنا يمكن أوقات كمان ما حب بيين في نقطة إنه ريتا اللي أنا مني هالقد كبيرة بالعمر ومني بس لما يشوفوا بناتي إنه بصيروا يتخيلوا وبيصيروا يقذوا يعني بصيروا هني من عندهم بدون يحطوا قصص مننا موجودة إنه فينا نلعبها إنه فلانة مثلا هي أكبر مني بس يمكن ما عند أولاد هي صغيرة وانت ما بنات ريتا كتير عندك هيد البراء العفوية بتقولي كل شي يعني هلأ عم تخبريني مثلا أنك عم تقليلي بوقت قعدت تقنعي حالك إنه ما علي خليني أطلع بها الصورة ولو أنا بدي يقول هي يعني كبيرة بالعمر إذا عند أولادة بتعرفي هيد بيمرقوا فيها كتار ناس تحت الضو كنا نسمع كتير ناس كان فيه كتير من الفنانين أو الشخصيات المعروفة ما يحب يحطوا محبس ما يحب يقولوا متزوج عند أولاد أو يعني أكيد لا يكون عندهم كلمة من نجوم يعني من وقت ما بلشت يعني خلا نحكي على نطاق حتى المسلسلات اللبنانية اللبنانية المحلية كنت أسمع إنه ما أول ما بلشت بلشت عند ولاد ما أخدت وعطيت إنه أنا صرت تفكر بالدور وكذا ما أنه عند ولاد أخد ما أنا بالحياة عند ولاد أهو أسر أقلو لي أبلت يكون عند ولاد عم بتعلم أنا يعني عم بتعلم شو بقيت لون آلش ما لازم يعني ما لازم يكون عند ولاد لي قال فلانة أنا من عمري يعني يا ما عند أولاد يا ما كنت يكون عمره ثلاث سنين أربعة سنين خمس سنين لأنه يعطوا عمر فما بيقبلوا بس أنت بالخائن هلا أم أنا دايما قبلت يعني بالتمثيل دايما بكرت شوي يعني هلا المنتج بيشوف ريت حرب نجحت بدور الأم فخلاص صاروا بفكروا فيها بصراحة هلا في أوقات لما ما بدون يتعبوا بالكاستين كتير بيصيروا مثلا هيدا نجح محام بيحتو عطو المحام هيدا نجح حكيم بيحط بيخلاص بيلبسوا الدور تقريبا بس أنا لعبت باستيلته وهلا أنه هن بنت يعني عاملين الأم الزغطورة يعني عاملين مثل حياتي أنه تشبه أنت بالحياة الأم اللي جوازت ومذكورة يعني بالنص أنه أنت جوازت بكير كتير وبنتك صغيرة يعني هن بغض النظر هلا شو الأشخاص بالحياة ببينه بس أنه هي بنتك بعمر صغير وانت جوازت صغيرة وجبت أولاد يعني ريتا شفت البوستر تبع الخائن حبيتي حبيته معترضت لي احترجيكي صورة هيدا كوفر فيديو للمسلسل وينك لا أنا عارفة من الأساس لأنه هولي المسلسلات المعربين بيبقى مثل كيف النسخة التركية يلتزم فيها ما معناتها أنه لا ما زال هو هيك وأنا قبلت بالدور ما عندي أنا من أول نهار عارفة يعني مش أنه نضحك علي أو أنه وصلنا للبوستر وغيبوني لأ عارفة من أول نهار أنه ما حكون بالبوستر بس مش معناتها دوري مش قوي مش معناتها أنه في لعب حلو ومش معناتها البوستر يعني أنه المسلسل مش بس أنا دوري قوي مش بس هن أبطال بعد في مجموعة كتير كبيرة رح تشوفوها يعني الحلو اللي أنا بحبه أنه هول المسلسلات تبقى مبنية أوكي في قصة ولكن هالقصة إلا ناس بتدور مع القصة وعندها أدوار كتير كبيرة وكتير حلو على البطل اللي هو نحنا لأ و أنا ما عدت آمن فيها والجمهور ما عادي حبه على فكرة ما في بقى مصرسل مبنية على اسم واحد ما بينشاه أسماء حلو أسماء وشوف النتيجة شوف تطلع حلو يلا حتشوف ريتا بتحبي كتير الصور عندي كتير صور بالبيت بعد فيه ما حططون حب أكتر عندي كتنين فاضين شو ناطرا ناطرا استفيت تضبط الصور وتحطون ما كملت مهمتي على الآخر اجت مقابلة لألطش على استفيد فيه اشياء بتبقى مخبية يعني بعدين بتزهري مثلا لاحظت في شي تحت الساعة انت عم تحكي هيك كأنه تطول هي تطول الوحيد اللي عملته هيدا لما توفيت الماما الله يخلي لك اللي بتحبي خلي لك عائلتي الماما كل حياتها عايشة معي يعني أنا جوزت صغيرة هي ع طول ملحقتني انه بنتا وبنتا الوحيدة يعني البنتا الوحيدة فهي ع طول وبعدين طلقت هي معي وكانت عيشة معي رفقتي كمان لا أمي وبقلها تاتا الماما هي مجوزة بعمر أكبر يعني مش مثلي على أيام وأنا جايبتني يعني بعمر كبير ففي فرق بالعمر أنا والماما أصدر رفقتي يعني ونسك كانت بالحياة كل الوقت مية بالمية فهي كانت ع طول موجودة يعني بهيدا البيت معي ومع بناتي فكان صعب لما لما راحيت وصعب على بناتي كمان فطلعت استفي بفكرة أنه هي ماي أم وأنجل أنجل طبعا بالزماء ثلاثتكم فعملنا نفس التاتو ثلاثتنا أمي تركتكم بكمان بزرف وقت قليل بعد الحادث أو قبل الحادث يعني كان في فترة ما أعرف كيف رممت حالك هي هالسنة كانت كلها صعبة بأول السنة بستة واحد توفت الماما هي قلبت وكسرت وركة ونهار اللي مطلعين من المستشفى على مركز للعلاج الفيزيائي اللي تقعد فيه شهر كنا حاجزين لا ليس عدوة أنه كان كورونا وصعب جيب ناس عالبيت توفت بنفس النهار بنفس السنة عملت الحادث فكان الحادث ما رح أرجاله لأن نحكينا فيه بس أول لحظة طلعت بالمرأة بعد الحادث تتذكر هي اللحظة فكرت عم تقلي إذا بتذكر أم لأن أم كنت قول كتر خير الله أول مرة الوحد قول كتر خير الله أن توفت قبل الحادث يعني حسيت أن كنت قتلت مرتين بلما تموت فقع علي وخاصة تركيا وهي كانت صعبة كانت ماما طبعا فق 80 ومنا قادرة تسافر فكان حيكون كارسة لأن حنونة كتير أول مرة طلعت بالمرأة شو تتذكري هاي لحظة أول ما طلعت بحالك بالمرأة بعد الحادث عندي صور عندي عندي صور يعني لحظت نظرك على حسيت أن أنا صار معي شي كتير كبير وضغري مثل ضغري عملت بلان بيت اي ضغري ما بتصدق جمانا يعني الواحد يمكن بهيدا الدومان بيبقى قناني والأنا تبعيته ووجوده بتبقى أكبر نمحو ضغري طلعت قلت أنا وعلي عم بسمعوا اللي قالوا لي جزء منه وبعدين قالوا للجزء الأكبر يعني وطلعت لقيت أنه أنا فقت كله للقصص بوقت أنا كنت مفكرة على ستم أمريكاني بالعلاج الطب بتركيا والمستشفى اللي كنت فيها فهن مثلا بيعطوك الأسوأ خوفا من أنك تعيت بيون إذا أنت لما قلتولي لما قلتولي فأنا كنت عم شوف الأسوأ مثلا صوتي يمكن بده 3-4 شهور لا يرجع ورجع بعد شهر نظري عرفتي يعني وجي بده سنتين لا يزبط لأ أنا عملت فحتيت أنه أنا لا مزيعة ولا ممثلة هل ريتا هيك دي غريوش قلبت الصفحة علي وقلت أنا أنا لازم أوقف على إجري لأنه بناتي أكي صاروا صبايا وهلأ هن كانوا الكيزات الحقيقية على اليمين وعالشمال لألي بس أنه حرام أتركهم هلأ هيك صرت تفكر لأنه ما بدي زعقالون لأ بنفس الوقت فكر هني وأخواتي وكل يلي بيحبوني ما بحب زعقالي وعدت لهم زيادة فلازم كون قوية ولازم تعالج بسرعة أنا سنة كاملة ولا نهار أفات فيزيوترابي أنا بالشغل أنا مكسرة لأنه رجعت عزة أعمل ذريع عدم فأنا كنت مكسرة بستيلته مع العكيزات يلي ما فيني أبدا أستغني عنه فبنفس الوقت أنا نهار يلي ما قادر أعمل فيزيوترابي بريك الغد يكون فيزيوترابي ما يكون بريك مثل كل المسل عندك إرادة بدك توقفي كان عندي هدف بدك أرجع وقف ع إجري وبدك صير منيحة خلاص مع هيدا الإصرار بالمهنة كمان يعني مثل كأنه في حواجز عم تقطعي تقطعي أول حاجز بيطلعليك حاجز ثاني قدي صعبة لشخص تحت الضو يقول طرد تعصفي بحق أنت طلعت قلتيا هيك طردت ما رح تقفي تعرفي لي لأنه في في أشياء بالحياة تقطع مش مع كل الناس تقطع بهالحجم كله ورا بعضه إنه إنه في يعني عندك جوادك قوة ما بعرف منها جبتيا بس تقولي أنا صار بحق طرد تعصفي من محطة عشت في عشرين سنة قدمت ألوف الحلقات وطلعت قلتي طرد تعصفي بالوقت يلي كتير من الإعلميين ريتا بيقولوا أنا عم تلقى عروض بس أنا ما بدي تعرفي هيدا الإيجو تعرفي لما الشخص بده يضل إنه أنا لقمتش تبعي ما لازم تنخدش ما عنديك مشكلة طلعت آلتي لا أنا ما عندي إيجو أصلا يعني هيدا الإيجو طبعا إنه بدي زور الحقيقة كرمال الإيجو بحيث عم كذب عحالي لأنه أنا يمكن إذا قاسي أوقات بلسانة بشي لأني حقيقية يعني مشان هيك في ناس اللي ما بيعرفني بيجهلني هيدا يعني قبار عن الجواب هلأ رح جاوبك عن طرد التعصف بس أنا الأشخاص يلي بيعشروني كل يوم وهيك بصيروا كتير يحبوني لأنه بيعرفوني على حقيقة بس يلي بيعرفني هيك من بره لبره بلقين بحط لي صفات مش موجودة فيني بس لأنه هيك عم بشوف القشرة من بره اللي أنا يمكن أوقات بظهرة لأنه حقيقية إذا عصبني شي بقولوا إذا شي بدي قولوا بقولوا شو بديك تقولي عن طرد التعصف لأقلك إنه هي القصة بلشت معون إنه أنا أخدت موفقتهم من بعد الحادث خلال زرع العظم يعني كان قاطع شي ست شوري ممكن على الحادث أنا وبالمستشفى اللي معلق الأنتبيوتيك ليلة نهارا نوم يعني ما كنت عم نام خلال أصار الترد التعصف كارفي من بعد بإيميل يعني بتندمي بتقول يا ريت ما عطيت من قلبي ولا بتقول خلاص فاين يعني بقول لتنين لتنين أنا ما فيني أقول يا ريت ما عطيت من قلبي لأنه أنا شخص ما بيعرف ما يعطي من قلبه بعطي من قلبي لإلي كمان مش بس لإلون لأنه أنا إنسان ما بيحب يشوف قصص ناقص يعني أنا ني أو دقيقة إنكسرت بينك وبينهم ما في بقى تعرف إنه أنا هولي ناس عشت معهم مش 22 سنة فاتوا كثير على بيت وفت على بيوت فما عندي هيدا يمكن هني أمور مادية حطوا حجة يعني لما أنا ما عاش عالي وبدون يوفره فكانت فرصة بس بعتبر إنه مش غلط ما بدون ينبقى بالمحطة لأنه هني بدون يوفره مصاري خلينا نقول هيك مش أكيد بس فيها تكون بغير طريقة وفينا أخد حقوق كمان بغير طريقة ما أخدت حقوق كمان مش كل شي لا طيب ريتا الأعلام أساسة بحياتك ولو كان عملت هالتواجد والانتشار الكبير بالتمثيل لكن الأعلام دايما بحسه هو حبك الأول إذا بديك بالمهنة يعني شفناك اليوم ببرنامج اعترافات على الجديد اعترافات مع ريتا كان لازم الاسم يكون موجود بالعنوان لا مش كان لازم حسيته حسيته لأنه خليون يعني هو اعترافات هني بصراحة هي فطفدة كيف هيك عم فطفد أنا وياك أنا ارتحت لك بحكيك لو كان قدامي شخص تاني ما ريحني رح اترك قصص لقلي أو لو كان شخص مقبيلي بده يوقعني بين كلمة وكلمة لا يعمل ما كنت حكيت هيك فأنت الأساس جمعنا لأنا احكي بالقعدة معك عظيم فأنا الأساس باعترافات لا يفضف دو فهن مجرد يعني تلاقيون بقولوا ريتا كذا مرر لايك ريتا كأنه قاعدين عم نشرب قهوة وانا فعلا في وحدة حال في وحدة فأعترافات مع ريتا انتو جايين لا عند ريتا على بيت ريتا كأنه يعني على بيت ريتا يعني القعدة هي بيتة عندي عم ضيف انا وعم بقعد انا وياهن لنفطفد لنحكي على صوت عالي تمام بس اليوم اعترافات مع ريتا لم يكن قبل اعترافات مع راغدة هل مش كان اعترافات زوجية اكيد لانو راغدة كانت عم بتقدم طيب هون بدي اوقف معيك شوية عهال نقطة لما ابتدي باعترافات مع ريتا هل صار في يعني لغط بينك وبين راغدة هل علاقتكم بعدها مثل ما هي لان راغدة راحت على برنامج تاني لكن ما بيمنع انو كان في برنامج كمان هي تقدم هو اللي هلأ انت عم بتقدم مش ما بيمنع هو واقع يعني في مشكل بينك وبين راغدة اليوم انا شخصيا ما عندي مشكل مع راغدة ولا مع غير راغدة انا كاريتا وراغدة تحديدا هي بتقربنا يعني اختي مجوز خي واكيد صديقة قديمة وزميلة يعني على نفس المقعد مثل ما منقول يعني كيف علقت من عمر نحنا من زمان معدنا يوميا لانه يعني بتعرف لما تكون زميلة على نفس المقعد هي راح تقبل تركت بأوربت يعني رحت على مصر وبعدين اجيت وانا كنت بعدني بأوربت فمنتلاقة مناسبات وبعدين انا رحت تركيا واكسيدا والشغل فمنتلاقة بله وهي بتسافر كتير كانت وبترجع يعني لما نتلاقة لما نعمل زملة القدامة يعني في كذا حدا من اجتمع نعمل هول جمعات بس انه منه بشكل يومي هي تغيرت من قبل البرنامج هي تغيرت لانه البعد غير مثل حي الله شي بالحياة مش ضروري المحبة بس البعد تعتقد انه زعلت لانه عم تعملي برنامج اعترافه ليه بتتزعل سألتيا توصلتوا ولا لا توصلنا قبل ما يبلشوا برامجنا على الهواء ما كان في فكرة برامج لالكن ولكن توصلنا وقت طلعت الدعاية لبرامجنا بس قبل ما يطلعوا على الهواء وصلنا انه مبروك مبروك وهيك يعني بهالطريقة يعني بس لقلك انه انا اكيد اكيد ما عنده مشكلة مع راغدة راغدة هي اخذت قرار انه تروح لفرصة تانية لقلة وهيدي اعتقادات وهيدي قرارة برنامج جهو ملك الشركة صح ملك الجديد اكيد فانا بالنسبة لالي الجديد عنده مساحة لهالنوع من البرنامج يعني التلفزيون عنده عنده سياسة يعني هو التنين بده يحط مثلا لعبة برنامج العاب تلاتة بده سياسة الاربع بده يحط اجتماعي فهي هالمساحة بعدها فاضية بالجديد لهيك نوع برنامج فانا لما هقلت اول شي بعتذر انه ما حاخد وخاصة شخص بعرفه فبدي اولي برنامج يشبهنا وغيره على طريقته فعملنا اجتماعات مكسفة وحكينا بانه اعترافات يصير بشكل جديد باعترافات مفتوحة ملنا بس زوجية ضفنا طاولة الكونفاشن غيرنا من جو بالبرنامج وغيرنا الاسم اعلان لقلو صورتي لحظة بس مع العلم قبل لقلك انه انا الجديد يلي هي راغدة يمكن ما بتعرف وفي كتير عالم ما بيعرفو انه انا الجديد ومضال بكسينة متواصلين معي من قبل يعني انا وعم صور الخائن بتركيا قالوا لي لا صور راس سنة اللي قطع وكنت رح انزل صور راس سنة بس صار ظروف بتصويري قالولي بس نحنا بدنا يعيك معنا بالجديد فقلت لهم خليني ركز على الخائن وبعدين بعمل يعني قالولي اعترافات ويعني كانت بعد الفكرة عم تطلع وبدنا نعمل البرنامج فقلت انا ما بدي ركز الجديد طرحوا عليك هيدا البرنامج وانت اخدت البوز شوية لتخلص تمثيل بتتجي تنفز البرنامج صح قالولي منا نقدم رص سنة وقالولي عنا برنامج اجتماعي وعطوني فكرته وقالولي بس أنا بلشت اخدوا اعطي معهم بس بعدين عملت لانه بضغط حالي نفسيا اكتر ومشاكل مع الشركة على التايمينج انه هلأ فينا وهلأ جد تصوير فقلت خليني نخلص وبرجع هلأ زقف لغيري انا ما عندي مشكل ورجعت لقيت معراجدة كذا مرة وهذا دليل انه ما في مشكل سوانس هي فلت ورجعوا هني فكروا فينا وعرضوا علي عملت الكون سبت يلي بنسب بالاسم بالدكار بمحتوى البرنامج وبالأعلان وين صورت الأعلان هون اعطوني لصور الدعاية الترويجية تبع البرنامج ودور وما يخطر ببالا انا فكرة انه فاضي هيدا المكان فاضي وقت عم نحده كذا مرة وقفت السيارة طلعت قلت انا نعم طلع بالحدث يلي انا اخد شقفة مني ونحنا تركنا وبعدين صرنا نعمل برة باماكن يعني مطاعم عامة اماكن عامة لحظة الفتة عستوديو بكيت بكيت اي تأثرت لانه ذكريات هيك برة مشريت حياتي بهالمحطة يلي عن جد عطيتها من قلبي وفت عليها كمان ولد انا 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 خت عليها صغيرة وربيت فيها سيارتي انا اذا رايحة غير مطرح وشاردة تروح على اربط يعني عملت فيها كذا برنامج ما بقي شي سياسة اجتماعي فن مهرجانات يعني حسيت انه انا قلت هون وتعلمت المهنة هون يعني اكيد فضل كمان هني علي انا ربيت بهالمحطة وتعلمت المهنة بهالمحطة تعرفي ريتا بالاعلام شو نقطة قوتك بالاعلام تعرفي شو هي نقطة قوتك اي وبدأ نقطة ضعفك بالتمثيل نقطة قوتك بالاعلام هي الخبرة اللي اكتسبت والتأقلم السريع وسرعة البديهة وهيدا الهوى المباشر يلي عملته لسنوات طويلة خلاني نقطة قوة بالاعلام وبالحياة يعني انا جاهزة جاهزة سريعا جاهزة اقلب 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 بالتمثيل شو نقطة ضعفك تعرفي هو اللي التمثيل صعب وقت بدك تفوت بالشخصية بس يمكن اوقات بحس نقطة الضعف لما تحس انك ما قادرة تقبل اللي انت فيتا فيه ما عايش بيك او منك حسستي منك حسستي دور اي منك حسستي بيبين اي لانه لانه انا لتي ل اساس الاعلام انا بعتبر انه حب الاول لتي ل تحديدا فانا اكيد بحب الاعلام وبحب شغلتي واذا انا كتير بروح للاخر يعني اذا ما حبيت الشي ما بقدر يعني المكان اذا ما حبيته ما بفوت عليه الشخص اذا ما حبيته المهنة فانا اكيد بحب الاعلام وهي ده مهنة الاساسية بشغف في التمثيل يعني عندي شغف مش طبيعي بالتمثيل ما حققته بالاعلام تحرفي فجأتيني انا كنت متخيلة انه الاعلام بياخد الرقم الاول عندك منك عيني بهذا الخيار مش عين ريتا بالاعلام اجمل حوار عملتي بحياتك تتذكري مع مين عاملي حوارات حلوة كتير بس من شخصية اكتر اكتر شخصية حوارت يا حبيت ايش طلعت هلا ما رح اقدر تذكر كتير لانه في كتير قصص بس الله يرحم وضيع الصافة هي بصراحة كانت اخر مقابلة لقلو معي يعني كانت حلوة ومؤثرة بنفس الوقت لانه طلع ابنه معه جار ويساعده نسي اسامي اغاني فكانت لحظات مؤثرة ايه اكيد كانت مؤثرة وحلوين يعني في عمالقة من لبنان وجودهم بالسيف تبعي وانه انت اجتمعت معهم هلا انا عملة معه قبل بس هيد المقابلة اللي هي اخر مقابلة تزامنا يعني وعلى كبر يعني انه بتحس بي اخر ايام هالنجومية الكبيرة الساطعة هالاسم يلي لا ينتسى بحسون هيك حلوين بأرشيفي قبل الصباح يعني انا هول اللي هيك بيبقوا الشحرورة اللي انا كتير بحبها ورغم انه في كتير عالم هيك بيحكوا عن حيات تجوازي كذا مرة هيك بس انا بعتبرها هيك مثل ايدل كتير كتير بحبها وبحب هيك طريقة تفكير رحت تجوازي ترجعي على سيرة الجيزة هلا ممكن ترجعي تتجوازي قبل كنت قل لك هلا بحس ميلي لا لا لأنه حبيت عيشت الحرية اي اكيد حبيت ولما تعوض علي صعب تطلعي منها بمعنى بتجواز يمكن بشارط واحد انه شخص ما يكون ضاغط عليك اليوم يعني طريقة شغله مثل طريقة شغلة يعني هو يمكن متواجد حد جمعتين منعيش ون ككابل معرف على بعضه جديد ومنظهر ومنعمل بيرجع بيسافر بشغله انا كمان ممكن يكون موجودة بدي مساحة لقلي ريتا بالبداية اول ما بلشنا وقعدنا بقعدتنا قلتلك كلمتين قلتلك فايتر واليوم جوابت كتير بمطارح قدي انتي عن جد فايتر سيرفايفر مش من فراغ قلتلك ايها مش لانه الحادث بس بدي افهم جيزة السيرفايفر ليه ما استلمت يا فرحة ما تمت مثل ما بيقولوا منا فرحة غصة هي جمانا غصة جيزة الميراكس كان مفروض تستلميها وكان مفروض تقدمي حفلة الميراكس والجيزة كانت تقديرا شي اللي قطعت فيه you are a survivor يعني من بعد هالحادث الكبير حجبي الجيزة على سيرة السورفايفر هي منا مهنة يعني ما فينوا يقولوا ريتا لا ما فينوا يقولوا ريتا بتمثل وبتقدم او نهار بدا تمثل نهار بدا تقدم ونهار بدا تعمل سورفايفر مين اللي قال منو خيار مين اللي قال هيك اللي قال ممنوع ممنوع جمانا هلأ عندك انت كجمانا او غيرك ملاحظات عتمثيلي 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 فاين وبتقبل وفيك تقولي انا من زمان كانوا يقولولي حتى لما كنت تمثل بلبنان انو نقى تمثيل لا ما بدي نقى وبد غنى كمان اي وبدكت انتقديني انتقديني بتقبل بس ما فيك تقولي نهار بدي اعمل سورفايفر لا انا سورفايفر ومنو خيار ياريت ماني سورفايفر ياريت ولا منش مبسوطة انا اللم انا ودماتي من الطريق مش مبسوطة انا سنتين اتعذب وانا بعدني الاثار كل حياتي انا كلني اي كلني تايتانيوم انا وجي اجري الجرح كله باجري انا بنسى بس ما فيني غض النظر لانه هنه محفورين فيني ما حيروحوا ما حيروحوا الميراكس صار في لغط كتير عالموضوع وفي ناس بيخو مازال سألت رح قلك انا الدكاترا ويلي هن الميراكس يعني هلأ بحطوها هون بحطوها هونيك بيعملوا الحفلة ما بيعملوها نحنا بنعرف انه الدكاترا هن اللي اسسوا هل حفلة الجوائز الكبير دعوني لعنده العلبات وقالولي بدنا ياك تقدم الميراكس وقديه حلو انت وعم بتقدم نعطيك جايزة لانه اسم العنوان العريض لهالحفل السنة هو انه عن الناس يلي قطعوا يا ايه قطعوا بمراحل صعبة ومتل ما انت مرأت وسموا اسامي قالوا انه منا نعطي لفلانة ولعلتانة وعم نفكر عصوت عالي بعد مين وبلك انتو عم تقدم منعطيك ياهيك منعملها خلينا نفبركها كيف انو انت كمان على المسرح تاخدية بس ما كنت انا الوحيدة كان في اسامي تانية قطعوا لظروف صعبة وممكن ياخدوا جايزة مايشد يلي كمان يعني قطعت باللي ما حدا قطعوا سموا دينا حايق الفنانة يلي قطعت ببراس سموا هني هون الاسامي قدامي وانا من ضمنهم بس الاساس انو انا عم بقدم حفل المراكس قلت لون انا جوال بستيلاتو بعتقد بيستحق الدور جايزة وبما انو نازل استيلاتو لما باخد عن جوال قالوا له هائلة علاقة بالتصويت خلص يعني مشينا انو بالتصويت انا بالتصويت وصلت للمراحل نهائيك يعني كتصويت انا بستحق جايزة عن جوال بستيلاتو اختفى الموضوع لما يعني لما انو شو صار بالموضوع لأ انت مسحوب اسمك مسحوب اسمك في شي يعني هيدا اللي صار وانسحب التقديم مني صدقيني صاروا بعدين انو هني بدون يقدموا جايزة انا وقلت لاليان انا اذا بد نروح على المراكس بس لاخد جايزة كسورفايفر انا ما بدي اياها انا سورفايفر ما بدي جايزة سورفايفر انا انتحنت وتعلجت وشدت من حالي وتعبت وبعدني لهلأ بدي اشتغل على حالي يعني انا هالشي اللي انا في كل حياتي بدي اشتغل فيه وهو جزء مني انا ماني ناطرة من حدا يعطيني جايزة لوجع لألام لا بس اذا هي جايزة ضمن انا 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 رجعت انا رجعت بالبس الكاب وبقدم جايزة يلي وبقدم حفل يلي بده ساعات وقفة انه انا وعم مسي المسلسلات من بعد السيلات ورجعت عملت الخائن هاي الجايزة اللي انا هاي لواحدة جايزة لألي انه انا رجعت فانا ماني بحاجة لجايزة حتى انسحبت جايزة تانية بعرف مين اي بعرف مين بس ما بعرف ليه ما سألت ليه ما بترفع تليفون وبتحكي مع الشخص اللي عم تحكي انه عندك علامة استفهام على هاي بشي صعب لا منه صعب بالحياة انا بواجه يعني منه صعب بتعرف شو انا بواجه لما كني انا فيني ارفع التليفون وقلك انا زعلانة منك من كذا بما انه مش انا اللي عامل الفعل يرفع هو التليفون يقل لي هو شو مشكلته معي هو يعني ذكر ولانه وصلني من كتير ناس حوالي انه عنده مشكلة معك بس يعني بس انا حبيت هلا هي مش المشكلة اذا عنده المشكلة معي هو او كذا حدا او او ما في مشكلة هو حبيت وضيح بما اني يعني حبيت باخر الحديث ترجعي على قصة الميراكس يعني انا ما بس على جوايز ويا ما في ناس غير الميراكس وبقول لا وما بروح مش لاني ما بدي جوايز لانه هو الجمهور الجايز الحقيقية وات بحس حالي انه ما بدي كتير هيك زيد هون وهون وهون السنة كانت بتعني لما رح قليك لانه الجو العام بيشبه اللي قطعت فيه واللي بيعني لي اكتر كان انه كون موجودة بيها الجو هيدا وكون مثلا الفكرة كانت حلوة انه بقدم واخد جايز وعساس هي الجايزة لكتير ناس قطعوا كمان مش انا الوحيد اللي قطعت في كتير عالم تتعذب انا اكيد مش معنايتها بيلغي انه انا نضوع ليا ونحكي بوجع ونحترم بس هي هلأ الكلمة طلعت معي انه احترم واجع الاخرين وما تقطعوا عليا انه انتو مسلا بتكون تكسروا في كسروا فيني انا كم مسلة وكم مؤدمة بس ما تكسروا بوجعي ريتا بالاخر بدأ قلليك تعطيني اعتراف لحالك يعني بعد كل شي ما رأينا فيه هلأ بهالقعدة ما اكتشفت فيك اشي كتير صراحة ما بعرفها يمكن جديدة يمكن من النظر شو اكتشفت شي ما كنت تعرف بس تعرفت على ايه تعرفت عليك اكتر على جوانب تانية ما كنت تعرفيني من زماني انا بعرفك بعرفك بالمهنة يمكن ومتلاقيين كتير على صعيد شخصي بحترمك كتير وبعرف قدي نضلت انت وقدي اشتغلت وقدي تعبت بس فيه اشي بتكتشف بالاشخاص بستعدي هيك وتفتح بامور صعبة حسيتك اليوم كتير مش قصة صريحة لا بدي قول الكلمة الصح حسيتك بدي تقول الحقيقة شو ما كانت ما عندي يعني ما عم تعملي احسابات والدور زوايا لا عم بتقولي الاشي مثل ما هي عادة متصالحة مع حالي متصالحة مع حالي و صراحة ما عندي شي خبيه يعني اللي بيخبي بيكون خايف انا من شو بدي خاف يعني انا حياتي مراية وواضحة وانا بتعب وبجتهد وبحب احصد نتيجة تعب بحب وبصلي ومؤمنة ف انا شخص عم بيكافح بالحياة يعني ما كتير بنغر بنجاح بالعكس بعتلهم انه شو النجاح اللي بعده وبعتلهم الاستمرارية وبشتغل على اسمي وبشتغل على صيتي وبشتغل على بيتي وبحب ابني لبناتي صيتي حلو ومهنة حلوة واخلاق حلوة يعني كل هولي انا بحب اعملون وبشتغل هلأ قدي الله بيساعدني وقدي بحقي يعني مش حكون الساحرة اللي حاملة العصايا قد ما فينا يعني بس المكنسة مش العصايا بس بقول انه في ناس تفهمني غلط وبتحارب وهول موجودين وفي اعداء النجاح وفي الناس اللي بتغار في كتير هولي بس بفكر اوقات بقول انا لو ما ناشحة ولو ما بستفز بعض الناس بنجاحي ما كان رح يكون في هك ناس مقبيلة وانشاء الله ضل ناشحة ويضلوا الموجودين هك ضل حسة حالي ناشحة شكرا ريتا مرسي لأستقبالك لألنا ببيتيك وانشاء الله نورا بالخائن كمان نورا زان تعمل اللي حاب تعملو ريتا حرب من نجاح شكرا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة